السلام عليكم متتابعين القناة مرحبا بكم في صفحة تاسعة من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى السادس من التعليم الابتدائي اليوم مع تواصل الشفهي الحصة الأولى نص سماعي صور الصين العظيم إذن نص السماعي هو صور الصين العظيم لم يكن من عادة يوسف وهو عائد من المدرسة أن يدخل المنزل دون التوجه إلى المطبخ لتناول بعض الأكل رأته أمه وقد توجه بسرعة إلى حجرته وفتح حاسوبه وجلس ينتظر إلى شاشته الصغيرة وجلس ينظر إلى شاشته الصغيرة اقتربت منه أمه وقالت له ما بك اليوم يا يوسف رأيتك تسرع إلى حاسوبك هل كلفتك الأستاذة بإنجاز بحث أجاب يوسف دون أن يرفع رأسه نحو أمه نعم يا أمي لقد كلفتني الأستاذة بإنجاز بحث مصور حول حضارة من الحضارات القديمة وأي حضارة اخترت لعرضك؟ اخترت صورة الصين العظيم يا أمي انفجعت الشاشة الصغيرة على صور لدولة الصين فقالت الأم سأرافقك وأنت تنجز عرضك ستبدأ أولا بالتعريف بهذا الصور العظيم وتختار له مجموعة من الصور تثبتها داخل عرضك قال يوسف حاضر يا أمي أنا لا أصدق نفسي وأنا أنظر إلى هذا الصور العظيم الذي يبلغ من العمر 22 قرن وطوله 1500 ميل ويمتد من النهر الأصفر عبر الجبال والوديان إنه الشيء الوحيد الذي صنعه الإنسان ورآه رجال الفضاء حين طافوا حول الأرض قالت الأم وهي تنظر إلى شاشة الحاسوب وأضيف إليك معلومة أخرى يا بني وهي أن أحجار هذا الصور لو تفككت وبني بمنها صور صغير بدلا من هذا الصور ارتفاعه خمسة أمطار فقط لا استطاع أن يحيط بالكرة الأرضية كلها ولو استعملت أحجار هذا الصور في تشييد أهرامات لكانت كافية لبناء ثلاثين هرما مثل أهرامات مصر شرع يوسف في نقل المعلومات التي كان يطالعها على شاشة الحاسوب فوجد بأن ما يقرب من خمسة وستون ألفا من السياح يزورون الصور كل يوم وأن عددهم يقارب العشرة ملايين زائر كل عام قالت الأم أقد أنجزت عملا رائع يا بني ذكرت فيه مجموعة من المعلومات عن صور الصين سيستفيد منها أصدقاؤك وستكون أستاذتك سعيدة بإنجازك هذا هيا الآن لنلتحق بوالدك على مائدة العشاء نسبة للحصة الثانية أنتج شفاهيا أشاهد فيلما وثائقيا قصيرا عن صور الصين العظيم بطاقة تعريف عن صور الصين العظيم موقعه تاريخ بنائه دوره التاريخي ثم دوره الحضاري سوف نقوم بتعريف لصور الصين العظيم صور الصين العظيم هو أحد أهم من مواقع التراث العالمي واختر واحدا من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم في استطلاع للرأي الدول عام 2007 أصبح صور الصين العظيم من أهم الأشياء التي لا بد من رؤيتها بالنسبة للزوار والسائحين حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام ما فيما يخص موقعه يقع صور الصين العظيم ما بين الحدود الشمالية والحدود الشمالية الغربية من جمهورية الصين الشعبية يمتد من منطقة بيكين إلى منطقة هاندن ويقدر طوله بنحو 2400 كم تقريبا بالنسبة لتاريخ بنائه ويحمل الصور تاريخا عريقا إذ شيد قبل أكثر من ألفي عام في الفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع عشر ميلاديا في عهد ستة عشر سلالة حاكمة إذ شيدت أسرة مينغ الجزء الأطول والأشهر من الصور بما في ذلك جزء جيانكو من عام 1368 إلى 1644 الآن سوف نعرض دوره الحضاري وكذلك التاريخي دوره الحضاري يشكل صور الصين معلمة معمارية ذات طابع عسكري لأن هذا الصور فهو شيدة للدفاع عن الصين لعرقلة الغزاة لكنه أيضا أصبح مع الوقت رمز الأمة الصينية لكنه مع مرور الزمن أصبح هذا الصور هو رمز لهذه الأمة الصينية بتحسيناته وعظمته وقوته وتذكر الحكاية المتداولة أن صور الصين العظيم هو البناء الأرض الوحيد التي تمكن مشاهدته من الفضاء ويقال بأن هذا الصور العظيم يمكن مشاهدته من الفضاء غير أن هذا لم يتبت واقعيا غير أنه لم يتم إتباته واقعيا كما تذكر موسوعة كيد أن عشرة ملايين عامل هلكوا أثناء بناء الصور يعني ماتوا أثناء بناء هذا الصور العظيم إذن دوره التاريخي والحضاري يشكل صور الصين معلمة معمارية ذات طابع عسكري دفاعي لكنه أيضا أصبح مع الوقت رمزا للأمة الصينية بتحسيناته وعظمته وقوته وتذكر الحكاية المتداولة أن صور الصين العظيم هو البناء الأرضي الوحيد التي تمكن مشاهدته من الفضاء غير أن هذا لم يثبت واقعيا كما تذكر موسوعة كيد أن عشرة ملايين عامل هلكوا أثناء بناء الصور شكرا للمشاهدة